حذرت حركة حماس من مجزرة في حال شن عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة محملة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسئولية الكاملة يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مدينة رفح وكأن البقاء على قيد الحياة شرف لا يستحقونه ومعروف لن يناله أينما ذهبوا واقع يعيشه الفلسطينيون بالكابوس لم يستيقظوا منه بعد فبعد أن جاء منهم القليل بعد رحلة فقد وتشريد وجراح لا تضمض وارتضوا بخيام رفح سكناً رغم البرد والجوع أبت إسرائيل دولة الاحتلال أن تستكمل مسيرة مخططات اليوم التالي دون أن تضيف المدينة التي تؤوي نحو مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني لا سجل عدوانها الغاشم لتجعل من اسمها وصم طعار جديدة تكمل بها صفحة جرائمها ضد الإنسانية ففي تحدي جديد للقرارات الأممية والقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتجنيب المدنيين عواقب الحرب كثفت القوات الإسرائيلية قصفها على مدينة رفح والتي نزح إليها أكثر من نصف سكان القطاع قصف جوي يأتي تمهيدا لتنفيذ أوامر من نتنياهو لقواته المحتلة بالاستعداد لهجوم بري على مدينة رفح بذريعة تفكيك قوات حماس قبل حلول شهر رمضان وفي محاولة لإنقاذ ما تبقى من صورتها المشوهة أمام العالم تقول السلطات الإسرائيلية أنها ستستعد لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من المدينة للشروع في تنفيذ الهجوم ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فإن إسرائيل وضعت خطة تجريبية لتمكين عشرات الألاف من العودة إلى شمال قطاع غزة ورغم تحذيره داخليا وخارجيا من مغبة تلك التحركات غير المدروسة أبلغ نتنياهو الولايات المتحدة بأن العملية البرية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين من جانبها حذرت وكالات الإغاثة من أن الهجوم العسكرية في مثل هذه المنطقة المقتضة بالسكان قد يؤدي في النهاية إلى مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء في وقت يواجه فيه الأطباء وموظف الإغاثة صعوبات بالغة من أجل توفير المساعدات الأساسية للفلسطينيين إذن هي رفح أحدث محطات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة واختبار جديد لضمير العالم علّه يفيق من غفوته أو ينقذ جبينه من عار جديد لن يغفره التاريخ